أكد الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء أهمية تنظيم النسخة الثانية من ورشة عمل الشرق الأوسط لأجيال الفضاء في مملكة المحرين وأشار الدكتور العسيري لأن الورشة تعتبر حدثاً إقليمياً هاماً يهدف إلى جمع طلاب الجامعات والمهنيين الشباب والخبراء والأكاديميين وممثلي الصناعة من الشرق الأوسط وستوفر للمشاركين الذين تجاوز عددهم خمسة وخمسين ضيفاً فرصة غير مسبوقة لتعزيز الشبكة الإقليمية وقال الدكتور العسيري إن مملكة البحرين أول دولة عربية تنجح في استضافة هذا الحدث الإقليمي الهم وثاني دولة على مستوى الشرق الأوسط مبيناً همية المشاركة بخلق قطاع فضاء مستدام في المملكة ويعكس سياسة البحرين العامة تجاه علوم الفضاء وأضف العسيري أن توصيات الورشة سترفع إلى المجلس الاستشاري لأجيال الفضاء الذي يعمل تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر